هلا والله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجلنا لكم بمقطع جديد ومقطع زي اللهب طبعا في مقطعنا لليوم راح نتكلم عن أهم التسريبات الحصرية عن لعبة جي تي اي سيكس لانه زي ما تعرفون في الفترة السابقة انتشرت العديد من التسريبات والعديد من الحصريات عن هذا اللعبة وانها راح تنزل في الفترة القادمة وحنا في مقطعنا لليوم راح نتكلم عن موعد الإصدار وهم المدن اللي راح تظهر يعني راح نفصل فيها تفصيل كامل راح نذكر معظم التسريبات فتعالوا يا لهبيين نبدأ في المقطع طيب أول تسريب حصري راح يكون من موقع جلاس دور الموثوق وهذا الموقع من المواقع الموثوقة اللي ما تنزل أخبار وتسريبات إلا بعد ما تتأكد من صحة الناشر ومن صحة كلامه ومن صحة موضوعه بنسبة 100% وطبعا هذا التدقيق يتم يدويا وليس يعني بآلة أو حاجة زي كذا يتم التأكد يدويا عن طريق شخص معين يعني حنا قاعدين نتكلم عن موقع احترافي درجة أولى طيب بالنسبة لهوية الناشر الموضوع أو ناشر التسريب الناشر كان أحد العاملين لدى شركة روكستار وهذا أيضا يزيد من صحة الكلام ومن صحة الموضوع وعنوان الموضوع رح يكون ساعات عمل صعبة وألعاب ممتعة طيب ابتدى الموضوع بقول إنه عمل مع شركة روكستار في أقل من سنة بعدها ذكر بعض الإيجابيات اللي استفادها من عمله لدى شركة روكستار وأولا قال إنه جربوا لعب أحد أفضل الألعاب حاليا يقصد إنه جرب لعبة GTA V سابقا وإنه جرب Red Dead Redemption 2 قبل ما تنزل للكل وهذا شيء شافوا من الإيجابيات اللي استفادها والإيجابية الثانية إنه شارك في صنع واحد من أقوى الألعاب اللي هي GTA V و Red Dead Redemption 2 وبعدها اختتم الإيجابيات بقول إنه كون بعض العلاقات الجيدة مع أشخاص جيدين طيب نيجي للسلبيات اللي تكلم عنها أولا إنه ساعات العمل جدا جدا متعبة وجدا طويلة ثانيا إنه شركة روكستار مليئة بالمتنمرين اللي يظنون إنهم أحسن منك لأنهم يعملون لدى شركة روكستار منذ سنوات عديدة ويظنون إنهم بإمكانهم يجبرونك أن تقوم بأعمال فوق طاقتك وإذا رفضت هذا الشيء فرح يصاعدون الموضوع للإدارة وغيرها يعني قاعد يقول إنه في شركة روكستار بعض المتنمرين اللي ممكن يأذونك في عملك طيب ما علينا خلونا نيجي للتسريب اللهبي خوينا حبي يقدم بعض النصائح للإدارة وكانت كالتالي الشركات ليست سعيداً معنا في الوقت تحتاج الوقت للعمل يحتاج الوقت يجب أن يجب أن يحصل على الناس 6 مجموعة يتركوا لتسريب دعنا نملك مباشرة توقف نفسنا لنعمل طيب لو تلاحظون في كل حرف من بداية كل جملة من هذه الحروف نقدر نستنتج ونقدر نكون التالي GTA 6 LS VCLC طبعا الناشر بهذه العبارة يقصد ان لعبة GTA 6 راح تضم ثلاثة مدن بمعنى اخر ان GTA 6 راح تجي بمدن جديدة اضافة الى المدن القديمة اللي اللاعبين حبوا سلسلة GTA من هذه المدن طبعا الامر الغريب انه هذه التسريبات عن GTA 6 نزلت في هذه الفترة تحديدا في نفس الفترة اللي نزلت فيها تسريبات PS5 طبعا في التسريبات اللي نزلت لPS5 فيها نقطة من النقاط تكلموا عن GTA 6 وقالوا التالي GTA 6 راح تنزل في عطلة 2020 غالبا ما في اي اخبار انها راح تنزل على PS4 لكن في اخبار جدا قوية على انه شركة سوني مستعدة تدفع مبلغ جدا جدا ضخم لجعل GTA 6 حصرية لPS5 لمدة شهر سمعنا بعض الاخبار بان GTA 6 راح تكون في مدينة ميامي ونيويورك اذا GTA 6 راح تكون في مدينتين كبيرة من هذا الحجم لست متأكدا من الخبر بنسبة 100% اوفي الاخبار الاسطورية تعالوا نوضح اكثر على حسب هذا التسريب وهذه المقالة موعد اصدار لعبة GTA 6 راح يكون في صيفية 2020 يعني تقريبا بعد سنة ونصف لكن بحكم خبرتي في شركة روكستار روكستار اذا شغال على لعبة كبيرة بهذا الحجم لازم تروج لها وتنزل لها على الاقل تيزر او تشويقة صغيرة وشفنا هذا الشي مع GTA 5 يعني نزلوا لها تيزر وتشويقات عديدة قبل صدورها بفترة كبيرة نوعا ما لذلك ممكن نقول انه موعد الاصدار هذا غير دقيق لكن يعني اعطانا فكرة اولية عن موعد الاصدار وموعد النزول تذكروا هذا الموعد صيفية 2020 طيب بالنسبة لما قال انه ما في اخبار انه لعبة GTA 6 راح تنزل على PS4 طبعا انا اشوف كلامه نوعا ما معقول وغالبا وبنسبة كبيرة صحيح لانه زي ما تعرفون لعبة GTA V او GTA 5 كسبت شعبيتها وشهرتها بسبب انها نزلت على PS3 و Xbox 360 وبعد نزول PS4 و Xbox One تم اعادة اصدار GTA V على الجيل الجديد وهذا خلاهم ينزلون للسوق بقوة مرتين بل انهم ما اكتفوا بالمرتين فقط بل انهم ايضا نزلوا لعبة GTA V على ال PC اذا صارت لعبة GTA V وشركة روكستار نزلت في الاسواق بقوة لمدة ثلاثة مرات ولهذا السبب لعبة GTA V اصبحت من اقوى الالعاب في التاريخ لانه بكل بساطة اي جهاز تملكوا واي جهاز عندك سواء كنت كونسول او بي سي بي اس فور بي اس تري اكس بوكس ون اكس بوكس تري سيكستي رح تقدر تلعب لعبة GTA V يعني كانت متاحة للجميع لذلك حنا نشوف هذا النجاح الضخم جدا لها طيب نجي للنقطة اللي بعدها شركة سوني مستعدة في ضخ الملايين من اجل جعل لعبة GTA VI حصرية على بي اس فايف يعني حقينا البي اس فايف رح يلعبون جي تي اي سيكس قبل حقينا الاكس بوكس بي شهر كامل يا رجل لو شركة سوني نجحت في هذا الشي فمتأكد بنسبة 100% انه رح يعوضون الملايين اللي دفعوها بمليارات طيب يا لهبي ابغاك انت تجاوبني على التالي عندك في السوق بي اس فايف واكس بوكس الجديد عندك في البي اس فايف لعبة GTA VI حصرية لمدة شهر فمين رح تشتري من وجهة نظري انا صراحة اشوف انه الكل رح يشتري بي اس فايف من اجل اقوى لعبة في التاريخ بلا ادنى شك وهذا رح يحقق ارباح طائلة جدا لشركة سوني وبي اس فايف طبعا ناشر الموضوع بعد فترة من هذه المقالة طلع واكد معلوماته وقال انه بنسبة 99% معلوماتي صحيحة والواحد في المية هذه هي الاشياء اللي ممكن تتغير من الان الى عام 2020 طيب بالنسبة لقصة GTA VI في تسريبات حولها لكن جدا جدا سطحية وغير دقيقة وهي كالتالي انك رح تبدأ بشخصية جدا جدا متواضعة وجدا بسيطة في مدينة اللي بيرتي سيتي وانه هذه الشخصية يعني على قد حالها تقوم بسرقات جدا جدا بسيطة لكنها ليست الكبيرة ثم لاحقا شخصيتك رح تنضم الى عصابة كبيرة جدا وبعدها شخصيتك رح يصبح اسطورة في ترويج وغيرها بمعنى انك رح تكون لك امبراطورية كاملة في عالم GTA VI طبعا صحة المعلومات نوعا ما غير دقيقة وممكن نشوف هذا الشي يتغير مستقبلا لكن الان عندنا فكرة اولية عن قصة GTA VI طيب ننتقل للتسريب اللي بعده في احد الاشخاص عمل سابقا مع شركة روكستار لكنه خرج منها لأسباب غير معلومة وقرر انه ينضم الى شركة اخرى قدم المعلومات الخاصة به مع التجارب والخبرات السابقة له وفي احد الخبرات تكلم عن انه عمل مع شركة روكستار وانه ايضا قام بمطابقة مفهوم المركبات مع العالم الحقيقي ولعبة GTA VI واللعبة القادمة GTA VI وهذا يعني انه شركة روكستار شغالة على لعبة GTA VI منذ فترة طبعا روكستار ابدا ابدا ما رضيت بهذا الموضوع وخلت هذا الشخص يحذف هذا الشي من سيرته الذاتية عشان لا تتسرب معلومات اكثر واكثر واكثر عن GTA VI طيب بناء على كل هذه التسريبات اتوقع بالنسبة جدا جدا كبيرة انه روكستار شغالة على لعبة GTA VI منذ سنة او سنة ونص يعني روكستار شغالة على اللعبة ويعني قاعدة تحط الاساسيات للعبة GTA VI فأتمنى صراحة ان نشوف هذه اللعبة الاسطورية في القريب العاجل طيب شاركونا اراءكم في خانة التعليقات عن هذه التسريبات القوية جدا وهل انتم متحمسين للعبة GTA VI او لا طيب بكذا وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة ولا تكثروا سنبوس يا لهبيين ويلا السلام عليكم اشتركوا في القناة شكرا